بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السيدين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مرحبا بكل من التحق أو التحقت بقناتي فيديو أنهار اليوم لجميع الأمهات اللي عندهم أطفال عدهم في هذا الموسم الدراسي 2023-2024 السنة الخامسة ابتدأي طبعا كثير منكم اللي عد ولدها والله بنتها ذي أول مرة عندها الخامسة رها ما عندهش عين بامتحان تقييم المكتسابات هذا الاختبار ولهذا الامتحان الذي بدأ قيد الترسيم والتثبيت منذ الموسم الفارض الموسم 2022-2023 أصبح امتحان تقييم المكتسابات أصبح جباري في المدرسة الابتدائية وبديل عن شهادة التعليم الابتدائي أبدأ العمل اللي فات طبعا دلناه في شهر شهر كامل وحنا ندلو في امتحان تقييم المكتسابات رح نوفطح لك الأمور الخاصة بهذا الامتحان والخبر المفرح اللي فيه الجديد اللي فيه وكل ما يتبادر في ذهنك من أسئلة طبعا كان أولا كان يقولك أستاذا ما زال الحال باش تخطين هذه المعلومات العكس تماما انتي تدي ذرك المعلومة على امتحان تقييم المكتسابات من بعد تريد تقريي ولدك وترجعي ولدك وما عندك شكل واحد فقط في البيت ركي عد ما زال ما بديناش الدراسة تدي المعلومة عليها المعلومة الرسمية والصحيحة من بعد تحتملي عليها وإذا نبدو على بركة الله امتحان تقييم المكتسابات كما سبقت وقلت العام لي فات ذنناه في شهر كامل شهر كامل كل النهار نمتحن التلاميذ في مادة من المواد اللي برمجره باستاذنا التربية بدنية والتربية الموسيقية والرسم هذا السنة خفضت مدة انتحان تقييم المكتسابات لعشر أيام فقط يعني كان شهر ولا عشر أيام وشيء الشيء الأخر اللي حذفت منها بعض المواد منها مادة الجغرافيا مادة التربية المدنية مادة التربية العلمية البعد البيولوجي والبعد الفيزيائي وإضافة إلى مادة الرسم ومادة التربية الموسيقية ومادة التربية البدنية هذا ما يتخلش في امتحان تقييم المكتسابات وش جهي المواد اللي بقات فيه مادة اللغة العربية مادة اللغة الفرنسية ومادة الرياضيات هذه المواد الأساسية ووضيفت لها مواد الهوية الوطنية يعني تعال انتماء تعالى مادة التربية الإسلامية ومادة التاريخ ومادة اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ اللي يدرسوا تربية اللغة الأمازيغية التلاميذ اللي ما يدرسوش اللغة الأمازيغية ما رحش يمتحنوا فيها هذا الخبر المفرح يعني نقصنا من المواد نحسبوه والله ما نحسبوش رح نجاوبك على السؤال قاعد العمليفات ومحسبناش في معدل الانتقال امتحان تقييم المكتسبات ما عندهش نقطة هو امتحان وتقييم معنوي يعني يتم تقييم التلميذ بالملاحظة ما عندهش نقطة ما وش 3 على 10 ولا 5 على 10 على 10 ما كانش نقطة فيه لذلك لا يحسب مع معدل الانتقال معدل الانتقال يعتمد على معدل الفصل الأول زي معدل الفصل الثاني زي معدل الفصل الثالث نقسموها على 3 نلقو معدل السنوي هو اللي ينتقل به التلميذ وكل فائدة على امتحان تقييم المكتسبات على هرهم يديروه يقيم التلميذ يقيمه الذخيرة التعه الذخيرة التعه في الرياضية في اللغة العربية وفي بقية المواد هذا الذخيرة نعطوها تقييم معناوي ما هوش مادي ما هوش بالنقط وندروا لها ملف هذا الملف يروح معاه للمتوسط وعلى الأساس التعه يقوم أساتذة التعليم متوسط بتدريس التلميذ يعني يدو فكرة على التلميذ اللي راح منتقل ليهم ويدرسوه حسب الإمكانية التعه طبعا هذه النظرية هذه النظرية وتطبيق الله أعلم الجديد أيضا العاملي فات إحنا تأساتذة السنة الخامسة ابتدائية الأستاذ التعليم العربية هو اللي حرص التلميذ هو نفسه اللي صحح هو نفسه اللي دون الملاحظات هو نفسه اللي وزع بطاقات تقييم المكتسبات هذا العام أعفية معلم السنة الخامسة من الحراسة يعني الإبن التعاك السنة الخامسة ابتدائي راح يحرصح أستاذ آخر في نفس المدرسة بصحة التنظيمات تبقى كما هي يعني راح يجتاز هذا الامتحان في المكان اللي يجلس فيه مع الزامل تاعه في نفس المكان في نفس القسم في قسمه في مكانه مع الزامل تاعه اللي يجلس بجانبه نتمنى أني واضحة بالنسبة للتصحيح صح لها أستاذها أستاذها اللي قره ولا أستاذها اللي تقره طبعاً بالنسبة للمدة لغة فرنسية طبعاً هي تعتمد على الوقت الذي يجرى فيه الاختبار اللي يداروا لي اختبار تاعي تعتقي مكتسبة في وقتي أنا نفسهم صح لي داروا لي في وقت أستاذ اللغة العربية يحرصح أستاذ أخر أستاذ اللغة العربية يحرصح أستاذ أخر يعني مكلف بالحراسة العامل فات كما هكذا أصناع لا أستاذ لغة عربية لا أستاذ لغة فرنسية علي 2 sondern يحرصوش يحرصوا آساته من نفس المدرسة بصحب القرش تنمية طبعاً إذا أردت إمتحان التقييم المكتسبات لم يلغى ولا يلغى فمنا ما معناه فمنا ؟ يعني الغالبية قالت بلي أملحة وكما قال إحنا كي أعطونا الاستبيان أعطونا النقاط الإيجابية التعالي وذكرناها لم أعطونا النقاط السلبية لقد أعطونا النقاط الإيجابية وقالنا نرى قلنا ما قالوا ما قالوا ما هو رأيكم أعطونا بعض النقاط مليحة ولا والو أعطونا النقاط الإيجابية فقط لذلك تسكيته تسكيته فقط تسكيته مليوش ولائيا ولا وطنيا وطنيا على مستوى لأسل الجمهورية كذلك الجديد هذا الموسم أن المواضيع اللي سيجي التعالي المواد ستكون ولائية موحدة يعني كل ولاية سيدلوا موضوع يتقسمه لجميع المدهس لعملي فتلة ما كانش ولائي كانت كل مقاطعة يعني مجموعة من المدارس يديروا لهم موضوع ويعطوه لهم أثناء الجديد اللي راح يكون الموضوع ولائي مثلا ولاية وهران راح يوحدوا المواضع وتتقسمه على كامل بلديات ومدارس مدينة وهران وكذلك البقية هكذا مثلا سيدي بالعباس ولا أدرار ولا بسكرة ولا نفس الطريقة يكون الموضوع على مستوى الولاية هذا هو الجديد فيما يخص امتحان تقييم المكتسابات طبعا كل عام راح يجدوا فيه حتى يولي مناسب مناسب لقدورة التلميذ ومناسب للأساء الجزائرية كان هذا هو الفيديو نهارا اليوم كثير منكم طلبوا مني توضيح على هذا امتحان تقييم المكتسابات نتمنى أني وضحت لكم الفكرة فيما يخص هذا الموسم الدراسي وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة